في العام الثالث للأزمة اليمنية لم يتوقف بعد سيل المبادرات الباحثة عن الحل الجميع يبحث عن مخرج لكن من الباب الخطأ في كل مرة هذه المرة محاولة جديدة من تحت قبة البرلمان في صنعاء ومن أعضاء مجلس النواب المحافظين على ولائهم للرئيس المخلوق دعوة جميع الأطراف بوقف الحرب وكافة الأعمال العسكرية ورفع الحصار البري والبحري والقو المفروض على اليمن تدعو المبادرة لإيقاف الحرب وإنهاء ما تسميه الحصار والعودة للحوار السياسي بين جميع الأطراف فيما لا يتحدث نواب الشعب أو من كان يفترض أنهم كذلك بشيء عن السبب الذي عودى بنا إلى هذا المآل وضرورة التراجع عنهم حسبة مرتكبيه لكن من كان يتوقع أن يتحدث هؤلاء عن الإنقلاب وإسقاط الدولة وهم في صف من قام به منذ اليوم الأول بعيدا عن هذا فإنما تخفيه المبادرة أكثر مما تقوله يرى مراقبون أن هذا التحرك من تحت قبة البرلمان يشير لتسارع مساعي الرئيس المخلوع لاستعادة بعض القوة من بين يدي حلفائه الحوثيين وتصدر واجهة الحراك السياسي المعبر عن توجهات حلف الانقلاب وهو ما خلف امتعاضا واضحا لدى حلفائه عبر عنه وزير الشباب المحسوب عن الحوثيين في حكومة صنعاء على الجهة المقابلة يشير هذا التحرك الجديد من قبل ما تبكى من مجلس النواب في صنعاء إلى ضعف أداء الشرعية وعجزها عن لم المجلس وتفعيل دوره لإسناد الشرعية وهو ما يبكى على المجلس في يد الانقلابيين على الرغم من فقدانهم للأغلبية داخله